السلام عليكم من المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس إذا بدأ صومه لرمضان مع بلد تأخر عنه بيوم واحد ثم بعد ذلك جاء إلى السعودية فلما وصل اليوم التاسع والعشرين بالنسبة إلينا هو اليوم الثامن والعشرين بالنسبة إليه لأنهم تأخروا عنه يوما واحدا فإذا كنا نحن أفطرنا في اليوم الثلاثين وأصبح رمضان بالنسبة إلينا تسعة وعشرين يوما فقط فهو يكون لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما فقط لأنه تأخر عنه وبالتالي يفطر معنا ويعيد معنا ويجب عليه أن يقضي يوما واحدا بعد ذلك أما إذا أتممنا نحن الثلاثين يوما لرمضان ويكونه قد صام تسعة وعشرين يوما فقط فإنه لا بأس عليه ويعيد معنا ولا يجب عليه أن يقضيه بعد ذلك بقيت مسألة وهو إذا صام قبلنا فإذا بدأ الصيام قبلنا ثم جاء إلى السعودية ووصلنا نحن إلى اليوم التاسع والعشرين فيكون هو قد أتم ثلاثين يوما فنحن في اليوم الذي بعده إذا صمنا فإنه هو يكون اليوم الواحد والثلاثين بالنسبة إليه فإنه يفطر سرا لأنه لا يمكن يكون الشهر الهجر واحد ثلاثين يوما يفطر سرا وبعد ذلك يجب يعيد معنا في اليوم الذي نعيد نحن فيه فنكون نحن صمنا ثلاثين يوما وهو قد صام أيضا ثلاثين يوما لكنه عيد معنا فأخر العيدة يوما واحدا أما إذا صمنا تسعة وعشرين يوما وهو يكون صام ثلاثين يوما لأنه بدأ الصيام قبلنا فإنه يعيد معنا إن عيدنا نحن في اليوم الثلاثين بالنسبة إلينا الذي يكون واحد شوال أرجو إن شاء الله أن أكون شرحت المسألة بسرعة وفائدة إن شاء الله شكرا